بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم كتاب ربنا هذا القرآن الكريم نقف معه مجتهدين في تدبره نقف مع كلام العلماء الذين فتح الله عليهم في فهم آيات القرآن فنقرأها ونقربها ليتحقق المقصود من قراءة هذا الكتاب وهو التدبر ثم الفهم ثم التذكر استجابة لأمر الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب يتجدد بكم هذا اللقاء من المسجد الحرام من مهبط الوحي من جوار الكعبة الشريفة ألتقيكم في هذه الوقفات مع آيات من كتاب ربنا جل جلاله وقوفنا مع سورة آل عمران والتي ما زال الحديث والوقفات مع آياتها المباركات إن وقوفنا مع هذه السورة الكريمة كان في الدرس الماضي مع قول الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وقفنا معها ومع الآيات التي سبقتها وأن هذا المقطع أن هذا الجزء من هذه الآيات الكريمات والذي ابتدأ بقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذا الخطاب الذي نزل في تلك الحقبة من حقب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أو تلك الفترة التي أعقبت قدوم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل منهم وما حصل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحوار ثم بعد ذلك أيضا استمرار دعوته صلى الله عليه وسلم ليهود أهل المدينة أعقب ذلك هذا التوجيه الرباني كما مر معنا في الآيات السابقة فيقول الله عز وجل يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بعد أن ذكرت تلك الحقيقة الربانية أن الله جل جلاله وحده الذي يهب الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ملءا لقلوب العباد باليقين بهذه الحقيقة الربانية أن مالك الملك جل جلاله هو من يهب الملك وهذا اليقين الذي تمتلئ به قلوب المؤمنين حتى لا يكون موقفهم كما حصل من نصارى نجران وكما حصل من يهود المدينة وكما حصل من كفار قريش وكما حصل من المنافقين وماذا حصل من هؤلاء حصل من نصارى نجران أن العطايا التي كانت تأتيهم التي كانت تأتيهم من قيصر الروم والتي جعلتهم يعيشون عيشاً رغيداً فخافوا أن يكون إيمانهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبباً في أن يحرموا من تلك العطايا فاعتمدوا على ملك البشر ولم يعتمدوا على ملك رب البشر اعتمدوا على من أعطي ملكاً ولم يعتمدوا على من أعطى الملك فكان موقفهم ذلك الذي صدهم عن قبول الحق ولا أيضاً الخطاب أن لا يكون أهل الإيمان أيضاً كحال اليهود الذين اعتمدوا على ما عندهم من المال فكانوا أغنى أهل المدينة مالاً وأيضاً على سابق تاريخهم وأنهم من سلالة الأنبياء وما كان لأسلافهم من الملك العظيم ملك نبي الله سليمان ومن قبله ملك داود نبي الله عليه الصلاة والسلام فاعتمدوا على ذلك الأمر وصدهم هذا الأمر وما في قلوبهم من الحسد والكبر عن قبول الحق واعتمدوا على ذلك الأمر وأيضاً كفار قريش فصدهم وصد الملأ منهم على وجه الخصوص ما كانوا فيه من الوجاهة وما كانوا فيه من الغنى وما كان لهم من التأثير على الناس على قبائل العرب فصدهم ذلك من أن يقبلوا الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فصدهم فالله عز وجل يقرر في تلك الحقيقة ويفتح بصيرة هذا الإنسان المؤمن أن يتفكر في أن الذي أعطى ذلك هو الله فالمؤمن تكون ثقته في الله ولذلك يتمسك بالحق ولا يغتر بما كان عليه هؤلاء الذين لم يقبلوا دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن بيّن تلك الحقيقة فإنه أيدها بالبرهان العظيم وهذا البرهان العظيم هو برهان الخالقية برهان أن الله عز وجل هو الخالق جل جلال خالق الكون وأنه مدبر أمر هذا الكون فلذلك جاء بعد تلك الحقيقة المخبر عنها جاء قول الله عز وجل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فإذا ذكر تلك البراهين المؤيدة والتي يتأسس عليها تلك الحقيقة والتي توجد في القلب من الطمأنينة بقبولها والرضى بها والتعامل وفقها فلذلك جاء هذا البرهان وبعد أن بينت الحقيقة وبين المستند الذي قامت عليه ورست عليه والبرهان العظيم الذي أيد تلك الحقيقة جاء بعد ذلك التوجيه بالحكم الواضح إذن إذا كان هؤلاء دفعهم ما هم فيه إلى عدم قبول الحق فأنتم قد قبلتم الحق فاحذروا أن تميلوا إلى هؤلاء وأن تألفوا هؤلاء وأن تستأنسوا بهؤلاء وأن يحصل في نفوسكم من الود لهؤلاء فإن الإنسان يتأثر بمن صافاه ومن أحبه وما لإليه وجالسه وأكثر من مجالسته باستئناس فإنه إن فعلتم ذلك لا تأمنوا أن تكونوا كحالهم وأن تنتقلوا مما أنتم فيه من الإيمان والثقة بالله عز وجل إلى ما هم فيه من الثقة في من أعطي من أمر الدنيا وغفل عمن أعطى الدنيا من شاء من عباده فلذلك جاء التحذير الصريح الواضح لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهذا الأمر لم يكن مجرد تحذير إبان نزول هذه الآية بل كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يجالس هؤلاء من أهل المدينة فإنه قبل البعثة كان لهم تواصل مع هؤلاء اليهود كان لهم تواصل مع هؤلاء المنافقين كعبد الله بن أبي بل كانوا كما ذكرت في الدرس الماضي أنهم كانوا يعني يعملون على تتويجه أن يكون ملكا عليهم فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم مما هم فيه من ذلك الظلال وشرح صدورهم للإيمان وانتقلوا إلى هذا الإيمان فبقي شيء من تلك العلاقة ولم يكونوا يعلمون أن هذا الأمر محل النهي فلذلك جاء ذاك الحدث نصارى نجران وموقفهم وتأثرهم بذلك الأمر في العلاقة مع قيصر الروم وجاء أيضا موقف اليهود وكيف أيضا صدودهم عن قبول الحق وتلك المؤثرات الدنيوية فلذلك كان هذا الدرس العظيم في هذا القرآن الكريم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعدهم كان هذا الدرس بعد واقع شاهده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كيف أن هذه الدنيا وسلطانها يكون سببا في أن يصرف أناسا عن قبول الحق فلذلك جاء هذا الأمر بالنهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني بنهيه جل جلاله أن يكون في قلوب المؤمنين ميل وود وولاء وحب لأهل الكفر وأن يكون أيضا بينهم تلك العلاقة التي يكون فيها إضرار بالمسلمين وكما تبين أيضا في قضية الولاء والبراء وأنها كلية من كليات الدين وشعيرة من شعائر هذه الملة الملة الإبراهيمية ملة خليل الله إبراهيم فإذن الولاء والبراء شعيرة من شعائر الدين وشعيرة من شعائر هذه الملة وكلية من كليات هذا الدين ولكن كما قل تلك الكلية لها ارتباط بفروع متعددة فإنه ليس صحيح أن نأخذ أحد هذه الفروع ثم بعد ذلك نعرض تلك الكلية فقط من ذلك الفرع أو من تلك الصورة وإنما يحتاج إلى إدراك لذلك كله كما سبق بيان هذا الأمر الهام بالنسبة في درسنا الماضي ثم قال الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله بعد بيان النهي أيضا عمق في نفس المتلقي القبول لذلك الحكم وعدم التهاون فيه وكان ذاك التعميق بأي شيء بالتذكير بالواعظ الأعظم في هذا القرآن العظيم الذي هو استشعار مراقبة الله عز وجل مراقبة الله عز وجل هذا هو الواعظ الأكبر الذي كما قال الإمام العلام الشنقيطي رحمة الله عليه وهو يتحدث عن هذا الواعظ الأكبر الذي يقول ما أنزل الله عز وجل في كتابه واعظا للقلوب أعظم منه وهو استشعار مراقبة الله عز وجل وأن هذا الواعظ الأكبر ستجده في القرآن يناديك قال فلا تكاد تقلب ورقة من المصحف إلا وتجد هذا الواعظ يناديك وأنك تجده في كل صفحة من صفحات هذا القرآن العظيم وهو أن تستشعر معية الله معية الجلال والعظمة أن تستشعر مراقبة الله وأن الله سبحانه وتعالى يراك وأن الله يسمع ما تقول وأن الله مطلع على ما في قلبك وقرارة نفسك وأن الله يحصي عليك ذلك كله وأنه لا يغيب شيء مما عملت إلا وهو في كتاب حفيظ في كتاب حفيظ فإذن هذا الواعظ الأكبر فهنا نجد أن الله عز وجل لما كان هذا الأمر بهذه المكانة والأهمية وقوة التأثير فالله عز وجل يذكر به هنا في هذا المكان حتى يقف الإنسان موقفاً صحيحاً سليماً من هذا الحكم العظيم وهو ما تعلق بقضية الولاء والبراء ثم يثني بعد الواعظ الأكبر في الدنيا بعد استشعار مراقبة الله ومعية الله وأن الله يحصي على الإنسان فيأتي أيضاً التذكير بالواعظ الثاني وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويوم القيامة حقيقة إن تأملنا في القرآن لنقف مع القضايا التي كثر التذكير بها في هذا القرآن العظيم فإننا إن تأملنا القرآن فإننا نجد أن الأمر الأول الذي أكثر الله عز وجل من ذكره والتذكير به هو ما تعلق بقضية الإيمان والأصل الذي قامت عليه العلم بالله جل جلاله وبحقانية هذا الأمر للرب جل جلاله حقانية إفراده بالعبادة وأن هذه الحقانية قائمة على أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلا وقائمة على التفكُّر في ملكوت السماوات والأرض في المفعولات لهذا الرب العظيم ذاك الأصل الكبير الذي يملأ القلب يقينية بأن المعبود بحقٍ هو الله وأنه لا أحد يستحق أن يُفرَد بالعبادة إلا الله جل جلاله فهذا الأصل حقيقة سوف نجد إذا قرأنا القرآن أن أكثر شيءٍ ذُكر في القرآن هو هذا الأصل الإيمان وما تعلَّق بقضية الإيمان من العلم بالله في جانب الربوبية والأسماء والصفات ما تعلَّق بذكر الله عز وجل ما تعلَّق بالتفكُّر في ملكوت السماوات والأرض ليزداد العلم بالله وليزداد اليقين بحق نيته في أن يُفرَد بالعبادة ثم قضية الإيمان والأمر بها فإذا نجد أن هذا الأصل العظيم هو أكثر ما ذُكر في القرآن وإذا نظرنا فإن في أكثر ما ذُكر في القرآن من الأمر العمل في مقابل الأمر الخبر فإننا نجد أن ذكر الله عز وجل يعني الغالب أنه هو الأمر الثاني فعندما ننظر إلى قضية ذكر الله وأمر الله عز وجل بها والتذكير بها وبيان منزلة الذاكرين وبيان منزلة المُعرضين عن ذكر الله والثناء عليهم وما لهم وعن منازلهم في الجنة فإذا جمعنا ذلك كله وجعلناه تحت دائرة ذكر الله عز وجل فإننا سنجد أن هذا هو الأمر الثاني أكثر ذكرًا في كتاب الله عز وجل ثم أيضًا نجد في الجانب الخبر بعد قضية الإيمان قضية اليوم الآخر والتذكير بها وما تعلَّق بهذا الأمر من أسماء ذلك اليوم ومن دلائله ومن العلامات الدالة على يقينية وقوعه ومما يكون فيه من الأمور ومن نتائجه وآثاره وأحواله الناس فيه فإننا سنجد أن هذا الأمر سيكون بعد قضية الإيمان في كثرة وروده في كتاب الله عز وجل وهذا يعطينا دلالة على مدى أهمية هذه الأمور الثلاثة الأول قضية الإيمان ومرتبط بها الثانية قضية ذكر الله عز وجل ومرتبط بها الثالث قضية اليوم الآخر ومرتبط به فهنا بعد أن ذكر الله عز وجل بالواعظ الأكبر والواعظ الأكبر مرتبط بقضية الإيمان ثنَّى بماذا؟ ثنَّى بالتذكير بما يرتبط باليوم الآخر والإنسان أعظم ما يؤثر عليه ويملأ قلبه قناعة قناعة بأمر الله ودين الله وحكم الله وشريعة الله ويملأ قلبه يقيناً بصدق هذا الحق الذي جاءنا من عند الله إنما الوقوف مع قضية الإيمان وما ارتبط بها والوقوف مع قضية اليوم الآخر وما ارتبط به فهذه من أعظم المؤثرات على هذا الإنسان وبناء الإيمان الصادق في قلبه الإيمان الصادق في قلبه ولذلك نجد هنا بعد أن ذكر الله عز وجل قضية النهي الذي هو قضية البراء من هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل فإنه بنى بنى ذاك الحكم على هاتين القضيتين على هذين الأصلين العظيمين الأصل الأول الواعظ الأكبر استشعار مراكبة الله ومعية الله والأمر الثاني قضية التذكير باليوم الآخر وما يكون فيه وهذا حقيقة أصل عظيم إذا تنبهنا له فندرك طريقة من طرائق القرآن في إصلاح هذه النفس الإنسانية ولذلك هل نحن هل نحن نسلك مع أنفسنا طريقة القرآن فإذا أردنا أن نبني فيها يقينا وإذا أردنا أن نعالج في نفوسنا خطأا وأن نخرج من نفوسنا تعلقا بشهوة أو بباطل هل نسلك هذه الطريقة القرآنية التي أول ما تبتدئ بقضية الإيمان والعلم بالله والسشعار مراقبة الله وملئ القلب هذا اليقين ثم تأسيس حق الله عز وجل في الخضوع لأمره على ذاك الأصل الأول فهل نحن نسلك مع أنفسنا هذا الطريق ثم أن نذكرها أننا إن لم نقبل هذا الحق فإننا سنقف بين يدي الله فماذا سيكون الجواب ومن الذي سينجينا إن لم نستجب لأمر ربنا في الدنيا فمن الذي سينجينا إن وقفنا بين يديه ثم استعراض ذلك اليوم وما فيه من الأحداث والأدلة العقلية والأدلة الخبرية الدالة على يقينية حدوثه ووقوعه وصدق ما أخبر الله عز وجل مما سيكون فيه فالقرآن يوقفك على ذلك ثم يذكرك به فلذلك إذن بعد أن ذكرت النفوس بعد بيان الحكم بجانب الإيمان فإنها تذكر بقضية اليوم الآخر فيقول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فهم الآية في صورته الإجمالية أن الله عز وجل على قول المفسرين أن الله عز وجل يخبر هذا العبد الذي بيّن له قضية الولاء والبراء والعلاقة مع المسلمين والعلاقة مع من كفر بالله عز وجل فيقول الله للعبد تذكر تذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر إذا جاءت يوم القيامة ورأت كل ما فعلت فرأت أن بعض ما فعلت خير وأن بعض ما فعلت سوء فلما رأت أن من أعمالها ما هو سوء فإنها تخاف خوفا عظيما من الله عز وجل فعندها تتمنى أن بينها وبين هذا اليوم الذي هو يوم القيامة أمداً بعيداً أي غاية في منتهى البعد عنها إذن صار الأمد مرتبط بماذا؟ مرتبط باليوم وهذا معنى من المعاني التي ذكرها بعض العلماء وفهموا وفهموا نظم هذه الآية في هذا المعنى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضراً رأته بأم عينها أحضره الله عز وجل لها فلما رأت أن في أعمالها شر فإنها خافت أن يعاقبها الله جل جلاله فلذلك تتمنى أن يكون بينها وبين ذلك اليوم أمداً بعيداً المعنى الثاني قال العلماء نظموا الكلام أنه تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أن المدى بينها وبين عملها من الذي هو من سوء متى يكون ذلك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً أي أنها تود أن بينها وبين ما عملت من سوء أمداً بعيداً متى يكون ذلك الود منها يكون أيضاً في اليوم الذي تجد فيه ما عملت من خير محضراً إذن الأمر الأول أن هذا الأمد بينها وبين يوم القيامة تتمنى أن يكون المسافة التي بينها وبين القيامة أمد بعيد جداً متى يكون ذلك حينما تقف على عملها السيء والمعنى الثاني أنها يوم أنها تود أن يكون بينها وبين عملها أمداً بعيداً متى يكون ذلك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً فإذن الأول الأمد بينها وبين يوم القيامة والثاني الأمد بينها وبين عملها السيء فيقول الله عز وجل يوم تجد كل نفس وتجد هنا كأن الإنسان كأن الإنسان لم يكن مترقباً أنه سيلقى العمل حاضراً لأن للعمل زمن فإذا انتهى الزمن ذهب ذلك العمل فالله عز وجل بكمال قدرته يحضر تلك الأعمال التي عملها الإنسان حاضرةً أمامه لا ينقص منها شيء كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة مثل قول ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى وكما ذكر الله عز وجل في الإسراء وعن إخبار الكافرين وهم يرون الكتاب فيقولون قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً إذن يوم تجدوا اليوم هنا المقصود به يوم القيامة تجدوا أي أنها تلقاه أمامها كل نفس بلا استثناء فإن ذلك الأمر للجميع لا للبعض دون البعض والنفس هنا أفاد أولاً أن النفس هي المسؤولة هي المسؤولة هي المحاسبة هي التي سيقع عليها الجزاء بالخير أو بالشر فإذن كل نفس أعطى دلالة على أن النفس هي المسؤولة الأمر الثاني المقصود بالنفس النفس المكلفة ليخرج ماذا من ليس مكلف يعني المجنون فلذلك هنا النفس إذن هي النفس المكلفة يوم تجد كل نفس ما عملت ما عملت ليدخل فيه كل ما عملت بقصد وبنية وبإرادة بلا استثناء الصغير والكبير القديم والحديث ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت ثم قيد هذا الأمر قال من خير محضراً والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها إذن يوم تجد كل نفس ما عملت وهنا ما عملت بمعنى أنه تجد ما أقدمت عليه هي من خير إذن عرفنا ما معنى خير محضراً أي حاضراً ماثلاً أمامها ما عملت من خير محضراً طبعاً هنا الحضور للعمل وجزاؤه فلذلك من العلماء من قال محضراً أي ذات العمل ومنهم من قال أي ثوابه لأنه هو مقصود العمل ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً هنا قال العلماء في هذه الآية احتباك فالقسم الأول وجد فيه تجد وليس فيه الود وفي الثاني وجد كلمة تود وليس فيه تجد فقال العلماء لما كان بالنسبة لي الأول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً فإن النفس إذا وقفت يوم القيامة فإنها تتوق أن ترى أعمالها الصالحة رغبة في أن تنجو والتعلق في ماذا في أن تجدها فلذلك جاء التعبير بالأمر الذي النفس متعلقة به وهو أنها تجد أعمالها لتكافع عليها ولتكون سبباً في نجاتها وأما بالنسبة للأعمال السيئة فالوجود بالنسبة لها مخوف وليس محل المطلب وإنما الذي تريده ما هو أنها تتمنى وتود ألا تجدها فلذلك ذكر في الثاني قضية الود وفي الأول قضية الوجود إذن مرة أخرى لما كان الإنسان في ذلك اليوم إذا ظهرت له الحقيقة وأن الله أخرجه من قبره وبعثه بعد مماته إذن هنا صارت يقينية المحاسبة على أعلى مستوى فلذلك إن كان عنده عمل صالح فإنه يحرص على ماذا ويكون كل شيء يشغل فكره هو أن يجد ذاك العمل الصالح موجود أمامه فلذلك جاء التعبير يوم تجد وبالنسبة لعمله السيء فإن وجوده أمامه ليس محل الطلب بل محل الطلب إنما هو الود ألا يرى أعماله السيئة فلذلك جاء التعبير بقول الله عز وجل وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا مع أن الود منضم للأول مأخوذ من الثاني أيضا للأول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وأيضا هي تود أن تنال ثوابها عليه وفي الثاني فإنها ستجد ما عملت من سوء محضرا وهي تود أن لا تكون قد وجدت فإذن الأول وجدته وهي الود عندها أنها تجده وفي الثانية أن الود أنها لا تجده وهي قد وجدت فلذلك هذا الاحتباك الذي أشار إليه العلماء فيقول الله عز وجل وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فإذن الأمد بمعنى الغاية غاية الشيء ومنتهى أمدا بعيدا أي غاية مديدة غاية في البعد وعرفنا أن الغاية والمغية لذلك العلاقة بين هل بين الإنسان الغاية وبين عمله السيء أو بين الإنسان ومجموع أعماله ويوم القيامة على معنيين للمفسرين وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هنا تكرر قوله عز وجل ويحذركم الله نفسه فهل هي للتأكيد للمعنى الأول أو هي للبناء والتجديد في معنى جديد فإننا نجد أن العلماء ذكروا القولين فمنهم من قال هي تأكيد لما ورد في الآية الأولى وأن يجد الإنسان في قلبه هذا الخوف من أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ومن العلماء من قال بل هي للتأسيس وبناء أمر جديد فلذلك من قال أنها بهذا المعنى فيقول المعنى الأول ويحذركم الله نفسه لهؤلاء الذين يوالون من كفر بالله عز وجل والثانية أنه جمع لهذا الذي الآن عمله بين خير وبين سوء فاحتاج إلى تذكير بالتحذير والترهيب وبالرحمة والترهيب فجمع الله عز وجل له فيكون التحذير بالترهيب في قوله ويحذركم الله نفسه بمعنى أنك بتذكرك لهذا الأمر سيدفعك إلى ماذا إلى ترك المعصية والسوء وبقوله والله رؤوف بالعباد أنك تؤمل فيما فعلت من الخير وتزيد منه وأيضا أنك تؤمل أنك إن تبت إلى الله سيقبل الله عز وجل توبتك وسيرحمك الله واضح فلذلك إذن جمع هنا بين الترهيب والترهيب على الطريقة القرآنية أن الله عز وجل جعل في القرآن البشارة والنذارة وأن الله عز وجل كما أنه يخوف بعذابه فإنه يرغب في رحمته ورجائه فجمع إذن بين الأمرين ولذلك يعني أيضا مما ذكر العلماء قالوا أيضا في هذا التعقيب في هذه الآية يحذركم الله نفسه للذين خالفوا والله رؤوف بالعباد للذين آمنوا ومنهم من قال يحذركم الله نفسه دلت على أن للكافر المعاء أن الكافر إنما تناله الرحمة في الدنيا فقط مما يعطيه الله عز وجل من الرزق والقود أما في الآخرة فليس له إلا العذاب فإذن هذا الإخبار أو هذا التعقيب بقوله عز وجل ويحذركم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بل من العلماء من قال أنه من رأفة الله ومن رحمة الله أنه حذرنا نفسه فنرتدع عن فعل الباطل فيكون هذا من رحمة الله أن الله علم أمر هذه النفوس وأنها ستتجرأ على فعل المعصية فكان من رحمة الله بها أن أوجد لها علاج يجعلها تترك ما يكون سببا في هلاكها وبوارها ما هو هذا العلاج أنها خوف أنه خوف من الله عز وجل نفسه فكانت تذكيرها بهذا الأمر العظيم بأمر العقوبة بأمر التشديد بأمر الوعيد هو من رحمة الله حيث أنه سيكون سببا في ردعها وسببا في أن تترك الباطل الذي فعلته ومن العلماء من قال أن الجمع هنا لأن ذكر الترهيب ومن بعده ترهيب يخشى أن الإنسان يدخل في باب اليأس والقنوط فحتى لا يقع المسلم في باب اليأس فبعد باب الترهيب جاء باب التبشير حتى يتوازن عند الإنسان ويصبح يسير بين يعني كما يطير الطائر بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء أيضا من العلماء من قال والله رؤوف بالعباد بمعنى أن الله أمهلهم وأعطاهم فرصة أن يتوب مع أنه حذرهم ورهبهم إلا أنه بقوله والله رؤوف بالعباد فإن رأفته في أنه أتاح لهم فرصة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وأنهم إن رجعوا سيبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات إذن خلاصة ما نفهم من هذه الآية أولا أن ارتباطها بما قبلها أنه بعد أن نهى الله عن قضية موالات من كفر بالله بشروط ذلك الأمر فإنه عمق في نفس المؤمن وأوجد الأمور التي تؤسس لقبول هذا الحكم وتلك الأمور التذكير بأعظم أصلين عظيمين لإصلاح نفس الإنسان الأول تذكيرها بالواعظ الأكبر الذي هو استشعار مراقبة الله الثاني تذكيرها باليوم الآخر والمجازات والمحاسبة فالآية هنا تتحدث عن الأمر الثاني وهو عن اليوم الآخر ثم التحذير من أن الإنسان وهو ما زال في الدنيا ليحذر وليتذكر أنه سيبعثه الله يوم القيامة وكل عمل عمله في الدنيا سيجده بين يديه وأن العمل الصالح الذي عمله في الدنيا وربما وجد مشقة في القيام به وربما وجد أنه أتعبه في إنجازه لكنه يوم القيامة سيكون فرحا جدا عندما يجده أمامه وأما عمل السوء الذي كان في الدنيا يسر بفعله ويجد نشوة ولذة حال قيامه به فيوم القيامة سينعكس الأمر وسيكون الود العظيم في نفسه ألا يجده أمامه لكنه واجده يوم القيامة وسيجده بين يديه فما دمتم في وقت الإمهال والله عز وجل يحذركم نفسه يحذركم نفسه في الدنيا بأنه رقيب عليكم ويحذركم نفسه في الآخرة بأنه مجازيكم ويحاسبكم ثم أن من رحمة الله أنه حذركم نفسه وبين لكم هذا الأمر علكم ترتدعوا من فعل السيئات ومن رحمته أنه أنه أعطاكم فرصة للتوبة والرجوع وأنه من رحمته يوم القيامة أنه سيحاسبكم على الأعمال الخيرة وليس فقط على الأعمال السيئة وأن هذا من كمال رأفته فإذن هذه المعاني حقيقة العظيمة عندما يقف معها الإنسان لا يسعه إلا أن يعود مباشرة تائبا عن كل سيئة ارتكبها يثبت على كل طاعة فعلها ويسعى أن يزداد من فعل الخيرات وأن يكون أمله في الله عز وجل عظيم وخوفه من الله عز وجل عظيم وكل ما اقترب من لقاء ربه أمل في ربه خيرا ويكون هذا هو شأن المؤمنين فإذن هذا الدرس العظيم في هذه الآية الكريمة المباركة أوقفتنا على طريقة ربانية عظيمة في إصلاح هذه النفس البشرية وهل سيجد الإنسان طريقا لإصلاح نفسه أعظم من طريق من خلق هذه النفس وعلمها وعلم ما فيها الجواب والله لن يجد الإنسان أصلح من هذه الطريقة الربانية التي بيّنها الله عز وجل لنا إنه علاج سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجحوا في ذلك الإبتلاء فثبتوا على الحق وثبتوا على موالاة المؤمنين وسلكوا طريق البراءة من من كفر بالله عز وجل من كل أولئك الذين كانوا من حولهم فكان تعاملهم كما أمرهم الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا مراده في هذا الكتاب العظيم إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر